السلام عليكم كنت مننا من كل قلبي هاد الفيديو يلقاكم وانتو مفأة الصحة والعافية دائما وابدا كنت جدد بكم الترحب على قناة سعاد تيفي وكنشكركم جزيل الشكر لحسن المتابعة الله يحفظكم والله يجزيكم بكل خير اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم وجبة رائعة جدا سريعة للعشاء او للغداء كتجي زوينة بزيزاف كيجو الخضر الدادين بطريقة اللي ششوية مختلفة كنت مننا من كل قلبي ان هاد الوجباتنا لإعجابكم بسم الله وعلى بركة الله بدأوا بالمقادير ثم طريقة التحضير وايضا غادي نحضر معكم واحد لاصوس اللي رائعة جدا ترافقوا بها الاطباق ديالكم فغادي نحتاجوا الدجاج فانا خضيت هنا تقريبا نصف كيلو جوج فخات ديال الدجاج اللي منقين بطبيعة الحال ومغسونين مزيان مزيان فبنسبة للجلدة ممكن تحتفظوا بها او تحيدوها على حساب الرغبة ديالكم الباصل اللي كيبقى اختياري يكون هكا مقطع شوية شرائح اكبر او لا تخلي وهي صحيح يعني باش هكا ما يدوب شي الجزر اللي قطعته بهذا الشكل دائري والبطاطس اللي قسمتها على ربعة وقطعتها بهذا الشكل وقطعتها بالقطعة باش كيجيها كوحد المنيدر وحد شكل زوين التوابل هما هادو اللي غادي نحتاجوا غادي نحتاجوا قصبرو معدنوس توم بودر اللي كيبقى اختياري سكنجبير خرقوم فلفل احمر الملح والفلفل الاسود ممكن تزيدوا ورق الرند والازير ما كانوش متوفرين فاش كيكونو كنضيفهم وكيجيو زوينين بزبزب مع هالطبق خوضا ان شاء الله غادي نطيبوها في الفرن وباش غادي نطيبوها في الفرن في وحد الوقت واجز فانا ان شاء الله غادي نطيبها معكم داخل الكيس الحراري او لا الكيس لشواء الاطعيمة اللي هو هذا جوني عليه بزب ديال اسئلة فبنسبة ورا فيه الاحجام بالنسبة انا كناخد غير الحجم الصغير فالطريقة ديال الطيب كتكون دائما في الظهر ديال الباكية وبالنسبة لهذا البلاستيك هذه امانة نعاود نكررها ماشي هو البلاستيك العادي فهذا اكياس يعني خاصة مصنوعة 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 للشواء الاطعيمة يعني للطيب فما فيها بس مرة مرة كنطيبو فيها وبكل صراحة مكلتنا كتجي فيهم الديدة بزب بزب وشكرا لكل المتتبعات اللي جربوا الجاجة وردوا لي الله يحفظكم وبصحتكم وراحتكم فهذا الكيس هو عليها تشكي كيكون شوية خشين وما كيدوب ما كيترتق ما كيتشي حاجة غادي نقدوب هات الشكل بان شاء الله نوضغل فيه الخضر ديالنا وبالنسبة لهو نفس الكيس اللي كيخرج مع بعض التوابل فهو نفسه يعني وتقدروا تلقاه غير واحد فانا هاد الباكية اللي كان اخد فيها تمانيا ديالوحيدات وكلة وحيدة كيكون مع هادك الشارط فين كنشدو كيكون اكا واحد سليك فين شدو البلاستيك فوضعت الباصل وضعت الجازر فما مسلوقين موالو طريين كيفما هما وكيطيبونا بواحد سرعة وكيجي فيهم واحد طعم اللي هائل فبالنسبة للكيميا ممكن تقدروا وممكن تقلوا على حسب العدد الأفراد الأسرة ديالكم بعد موضعت الجازر نوضعوا البطاطس البطاطس طرية غير البطاطس هكا قطعوها مربعات أو لمرصوية شوية كبار باش هكا تبقى محافظة على الشكل ديالها ومدوش من بعد غادي نوضعوا الدجاج فالدجاج وخيكونوا قطع كبار كيطيب بسرعة يجيم شوي وطايب زبدة ومحمر فدبغي تديروا فيه هكا واشريطات باش يتشرب التوابي فانا كنحاول هكا نقسمه باش يتشرب لي التوابي المسيان فبالنسبة لأخوات لي كيكون عندهم ديجا دجاج مشارمل في المجميد غير جبدوه وخلي واحد تيفقد البرودة يعني مايبقاش متلج باش مايطلق ناش للماء في الفران ووضعوه على الخضر زيدو غير شي شوية المليحة باش تجيكم الخضر من السناء او لشوية الزعتار او لورق الراند او ورق سيدنا موسى التوابيل الأخرى بلا ما تزيدو يعني صفي دا عندكم دجاج مشارمل مايحتش تزيدو التوابيل فوضعت الخضر مع الدجاج في داخل الكيس وغادي نوضعو التوابيل لقطلكم في الأول بالنسبة لكمية التوابيل غادي توضعو دائما لحسب القياس كيليك يبغي التوابيل يكونوا مجهدين في الطياب وكيليك يبغي التوابيل يكونوا قلال دائما وضعو عينكم ميزانكم لحسب الرغبة ديالكم غادي نشد الكيس بيديا وغادي نحاول نخلط جيدا باش هاد الخضر كل هاد تلبسنا بالتوابيل صفي ما غادي نوضعو لا ماء ولا زيت ولا زبدة نهائيا يعني غادي نخلي هاد هاد الخضر الطيب بالمال اللي هوية فيها غادي نحكم الإغلاق ديال الكيس بالسلك اللي كيجي معاه كيكون هاكا واحد سليك صغير وكينين بعد الأكيس اللي ما كيكونش فيهم سليك كتكون عندهم هاكا واحد اللي عيبة مهم غادي تشدو مزيان غير باش ما يخروش النفس ومن بعد غادي ناخد واحد الكيغضو وغادي ندير بعض التقوب في الكيس واحد سبعة حتى العشرة ديال التقيبات بهات الشكل ضروري هاد الكيس ما توضعوه في المول سواء ديال الزج او لا كمقلة ولا الصينية من الاحسن صينية ولا مقلة فانا دائما كنعمل المقلة ولا الصينية ديال الفرن اول مرة نعمل المول فالصينية ديال الفران او للمول كي يعطيها واحد الحمور يحتمل الاسفل يعني كتعطي واحد الحرارة بينما المول المول ديال الزج ما كيخليه يتحمر من الاسفل هادي واحد ملاحظة اللي بسيطة من بعد مما كندخلو الكيس ديالنا للفرن لدرجة الحرارة تكون شوية مرتفعة اذا عندكم الفرن ديال دو يكون درجة الحرارة ميتاين وفشي قرر بيطي بزيتو شوية الحرارة بشي نشف لكم بسرعة كياخد لينا ما بين خمسة واربعين دقيقة حتى لساعة واربعة لحساب الفرن ديالكم بنسبة انا اخد ليها ساعة نيشا في الاول كي انتفخ الكيس كي يطلق هكا الخدر كي تطلق الما ديالها ومن بعد ما نشوفو نشوف داك الماء سوف نخرجو الخدر ديال كيفما غدي تشوفوا معايا فيما بعد غدي نحضر معاكم واحد لاصوس اللي نرفقو بها هاد الخدر والدجاج رائعة جدا غدي نحتاجو ثلاثة ديال مع لق ديال الحالب ملعقة من الخل وفرمجة واحدة ورشة من الملح غدي نخلط قليلا ثم غدي نبدأ نضيفو الزيت تدريجيا فبنسبة للزيت فغدي نضيفو استديا المعالق مملوئين بشكل جيد نفس الملعقة اللي عبرنا بها الحالب نفس الملعقة اللي وضعنا بها الخل ونفس الملعقة اللي نوضعو بها الزيت وكن خلطو جيدا بمكسور او لبخلات كهربائي او لبطرب باش ما كان كيتخلط مزيان فاللي ما كيتوفروش نهائيا على خلات كهربائي فغدي تخلطو غير بخلات جيد جيد وغدي تطلع لكم فضروري لخل يكون بارد والحليب يكون بارد باش هكا كتطلع لكم بسرعة كنستمرو كنضيفو الزيت عفوا وحنا كنخلطو ما قدير ان شاء الله نخليها لكم مكتوبة لان هات السوس كتستحق تجريبة من بعد مما كتطلع لنا كتكون هادا قوامها غدي نزد لها رشيشة ديال معدنوس نفس واحد ديال التوم وقطعة صغيرة من البصل اللي مقطع يعني ما كان كترش بزاف وورشيشة ديال فلفل الاسود وغدي نخلطهم بشكل جيد وتقدمهم مع الخضر ديركم ما شوية ولا مع الفريت ولا يعني واحد لاصوس اللي لديده بزاف ورائع جدا هي هدي السلصة ديالنا ما شاء الله يعني ثلاثة ديال معلقة ديال لحليب كي اعطونا واحد الكمية اللي وفيرة يعني تكفاكم ويبقى الخير بالخصوص إذا كنتوا أسرة صغيرة وضعوا غير ملعقة واحدة من الحليب غدي ما شاء الله يعني تعطيكم الكمية اللي تكفاكم الخضر من بعد ما كينشف عليه هدك الماء اللي كينزل كتكون على هات الشكل فإذا كان المول ديال الحديد يعني بحل المقلة ولا الصينية فحتى من الأسفل غدي تتحمر لكم فيعني ما اللي أحسن نعملوه الصينية ديال الفرن أو لمقلع ولا مول أحسن من المولاد ديال لزيج بش هكا يعني كتجي محمراء من الفق ومن تحت فالخضر ديالنا كتجي على هات الشكل كالطيب يعني بوحد سرعة واحد نسمة ما شاء الله يعني الخضر كتبقى محافظة على المدقة ديالها وكتطلق واحد نسمة في البيت رائعة جدا ويدازدتو فيها مثلا الأزير ورقة سيد نموسك هاته واحد طعم اللي خيالي والخضر ديالنا كنقدمهم على هات الشكل فالجازر والبططس كيجو طيب بشكل راهيب وهو كيتقدم مع هات السوس كيجي واحد سوس رائعة جدا الدجاج كيجي طيب مشرب رائع فهذا اقتراح مرة مرة نبدلو به كنتمنا أنه ينال إعجابكم كنتمنا من كل القلبين نكون خفيفة ضريفة على قلوبكم كنتمنا اقتراح اليوم يكون نال إعجابكم واستحسنكم أي سؤال أي استفسار تركوا لي في التعليقات كنكون سعيدة بذلك أنني نجاوب كل أخت للتساؤل ديالهات هلا ولفرسكم أستودعكم والله دمتم في رعاية الرحمن ترجمة نانسي قنقر